أحد القضاة في الرياض رفع إليه خبر رجل توفي في المستشفى ولما توفي الرجل ما كان عنده زوجه ولا أولاد الرجل يعني مثل ما يقولون ما أقول مقطوع من شجره لكن ليس له أقارب قريبين جدا فعن طريق رقم بطاقته وسجله استطاعوا أن يصلوا إلى بعض أقاربه لأن أمواله حولت للمحكمة إلى القاضي لقسمتها إلى الورثة طيب الورثة ما عنده إخوان أشقاء ما عنده أم أب أخوات أبناء ما عنده أحد فبحث عن طريق الأحوال المدنية ووجدوا أقرب الناس إليه ثلاثة من أقاربه من أبناء عمه الذين ليسوا قريبين مباشرة لكن بينه وبينهم قرابة ترجع إلى الجد أو الجد الأول أو الثاني لكن هم الورثة هم أقرب الورثة له يقول هذا القاضي والله يقول فاتصل بهم مكتبنا في المحكمة عن طريق سجلاتهم وعن طريق استطعنا أن نصل إلى أرقامهم ودعونا الثلاثة للمحكمة وأقبل الثلاثة وإذا من هيئتهم أنهم لا أقول فقراء لكن من عامة الناس الذين ليسوا منعمين يقول فجلسوا بين يدي وهم مستغربين يعني نحن مدعوون للمحكمة في أحد شكانة يقول فقلت هل تعرفون فلان ابن فلان الفلاني قالوا نعم التاجر فلان نعم نعرف من أقاربنا لكن من بعيد ومن زمان ما بيننا قرابة ولا تزاور وما يحضر هو أيضا مناسباتنا ولا يحضر أعراسنا ولا يحضر ولائمنا في الأعياد ما بيننا وبيننا قرابة ما يدرون أنه مات لا يعلمون أنه مات والله ويظنون أن عنده مشكلة وأن القاضي يسألهم عنه فقال القاضي طيب ما بينكم بين علاقة قالوا والله ما بيننا حتى أرقامه ليست موجودة عندنا هو تاجر مشغول بتجارته يقول القاضي فقلت لهم طيب الرجل مات أحسن الله عزاك فما تأثر الله يرحمه أصلا ما بينهم بين علاقة يعني موته لا يؤثر إليه يعني لا يرث حزنا ولا قالوا الله يرحمه يقول فتعرفون لها أبناء والإخوة قالوا لا لا المشهور عندنا أنه لا إخوة له ولا عنده أبناء وهو أيضا طلق زوجته من زمان ولم يرزق بأولاده ما نعرف عنه حقيقة يعني بقية حياته لكن الذي نعرف أنه لم يرزق بأولاد فيما نعلم وليس عنده أبناء قال قاضي صحيح نحن نظرنا في سجلاته المدنية وكذا علمنا أنه ليس عنده أولاد وليس عنده زوجه ولا لكن أنتم الورثة الثلاثة قالوا إيش قال أنتم الورثة الثلاثة كل واحد منكم ورثة مئة وخمسة عشر مليون ريال أنا أتكلم عن شيء واقع يا جماعة والرقم حقيقي مئة وخمسة عشر مليون ريال يعني قرابة إذا جبناها بالدولار حتى الناس يفهموا يعني قرابة ربما الثلاثين مليون دولار يقول القاضي أما أحدهم فأهمي عليه وأما الآخر فبكى بكى على اللي مات الله يرحمه وأما الثالث فشده وأخذ يتلفت ويقول صحيح أنتمزح احلف جد والله يقول فقلت نعم صحيح مئة وخمسة عشر مليون ريال ثم أعطيت كل واحد منهم شيكا بالمبلغ هو لو يعطى شيك بعشرة ألاف ريال ربما يغم عليه تعطيه مئة وخمسة عشر مليون يقول القاضي ثم قلت لهم الرجل لم نجد له وصية فهل تتبرع كل واحد منكم يتبرع بمليون فقط نبني له مسجدا فقال الأول يا شيخ الله يغفر لي والله أنا بالنسبة لي أنا بسد الديوني وأنا يا جماعة هذا المال جاءكم من غير تعب يقول والثاني قال أنا أيضا أولادي كثير والثالث قال شوف العبارة قال اللي ما نفع نفسه لن ننفعه الذي ما نفع نفسه قبل موته بوقف أو وصية يبحث عن النفع مننا نحن لن ننفعه يعني لو كان حريصا لنفع نفسه ما طلب مننا نحن الذين ننفعه يقول القاضي وخرجوا والله ولا واحد تبرع ولا بريال واحد ولذلك اكتب وصيتك ما دام أنك تملك مالك